ومن جانبي أكد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان رئيس البرلمان العربي أن هذا الإنجاز المستحق هو إضافة جديدة لسجل إنجازات مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى قواعدها جلالة الملك المعظم ووضح العسومي أن هذا الإنجاز لمملكة البحرين يأتي نتيجة الرؤية الثاقبة لجلالة ملك البلاد المعظم وجهود الحكومة برئاسة سمول العهد الرئيس مجلس الوزراء والتي جعلت مملكة البحرين تتبوأ المكان التي تستحقها على المستوى العربي والإقليمي والدولي معربا عن عظيم الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس التقدم الذي حققته مملكة البحرين إنجازات مهمة في شتى الميادين